نظمت القوات المسلحة جنازة عسكرية في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية لأحد شهداء الوطن في حرب يونيو عام 1967 وذلك بعد العثور على رفاته في منطقة الحسنة بوسط سيناء وتم اكتشاف رفات الجند الشهيد فوزي محمد عبد المولى في منطقة الحسنة بوسط سيناء كان في ملابسه العسكرية أوراقه الشخصية التي تشير لكونه من أبناء محافظة الإسكندرية كان الجندي الشهيد فوزي عبد المولى أحد رجال القوات المسلحة المشاركين في حرب اليمن في ستينيات القرن الماضي عاد بعدها للخدمة على أرض سيناء الطاهرة لكنه استشهد في حرب 67 دون العثور على جثمانه وقد تم الإعلان عن الجندي الشهيد مفقود في الحرب حتى تم العثور على رفاته الطاهرة مؤخرا وبعد نشر وثائق أوراق الشهيد على مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت برفقته في ملابسه العسكرية تعرف عليه أحد أفراد أسرته وقد تم التواصل مع القوات المسلحة من قبل أسرته وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من شخصيته وتم التصديق على تنفيذ جنازة عسكرية لجثمان الشهيد الراحل اشتركوا في القناة